اكيد بعد ما تكلمنا في مواضيع مختلفة لازم نرجع لموضوعنا الاساسي طبعا هو احداث امبارح واعتقد ان كلنا متفقين سواء على مستوى الشارع او حتى على المستوى الاعلامي والسياسي وبغض النظر عن كل انتقاداتنا اللي ممكن تكون موجهة للتناول الاعلامي والتناول السياسي في بعض الاحيان لهذه المواقف لكن دراتي كلنا متفقين ان ما بقاش فيه وقت لكلام تاني فيش كلام تاني ممكن يتقال لازم نشوف هنعمل ايه للمرة الاخيرة هنعمل ايه نهاردة حيكون معانا ومنورنا الاستاذ امين اسكندر المستوى السياسي لجالية الكرامة ووكيل مؤسسي حزب الكرامة صباح الخير صباح الخير عد وقت الكلام كفاية كلام اولا تحليل حضرتك لما حدث وانا يعني حيبق مضمون الفقرة كلها بعد الاسن حضرتك هنعمل ايه كلنا خلينا اولا اعبل عن مشاعر غضب شديدة جدا مما حدث بالامس شيء محزن وبالامس انا كنت اه تعرف انا شبراوي فكنت قاعد في شرع شبرا وحضرت حضرت تجمع التظاهرة في شرع شبرا ساعة ثلاثة ظهرا ووقفت مع بعض الناس وتحدثت معهم وطالبتهم جميعا بانزال كل الصور والعلامات اللي بتعبر عن انتماء ديني وكان هناك مصريين مسلمين ومصريين اقباط في هذه التظاهرة وطركتهم اللي حدث كما سمعت الرواية من اكثر من مصدر من مختلف الديانتين يعني انهم صاروا في مسيرة مأمونة وسلمية لحد ما طلعوا الى اول شبرا عند السبتية كده فانضم إليهم مجموعة من البلطجيين انضم إليهم ثم وصلوا لحد بولاء ابو العلا من ناحية الوكالة كده فانضم أيضا مجموعة أخرى من البلطجيين وكل ده والمسيرة بتهتف مسلم مسيحي ايد واحدة الجيش والشعب ايد واحدة وكل هذا الكلام وبيهتفوا طبعا ضد محافظ أسوان وكلام من هذا القديم بعد وصلهم الى مسبيل وبثلاث دقائق بالضبط طلع طلق ناري في أحد الجنود أبناء قوات المسلحة ثم تابعنا المشاهد الحرائق ودهس المتظاهرين بمضلعات من الجيش وكلام من هذا القديم وتم يوم محزن في تاريخ صوت خمسة عشرين ينايل صحيح ينضم البقيد الان وبيفكرنا بموقعة الجمل وانا دقي اللي حدث بالامس موقعة جمل اخرى باختصار لان انا اعرف ان في اعضاء مجل الشعب من الحزب الوطني السابق حذكوا بلتجية انا اعرف هذا الكلام بالاسامي؟ اعرف هذا الكلام وفي مناطق مختلفة حذكوا بلتجية وهم كانوا على علم معادة تظاهرة وكانوا على علم بكل ده طبعا طبعا واي تحقيق جاد لابد ان يكشف عن ذلك لذلك واحد اولا لابد من لجنة تقصي حقائق تخرج من المجلس القومي لحقوق الانسان وتصدر بيان سريع مش فقط بيان النائب العام ومش تحقيق النائب العام تحقيق النائب العام مطلوب لكن المطلوب اكثر لجنة تقصي حقائق محايدة تقول بالضبط ايه اللي حدث ايه اللي حدث مان الذي اطلق الرصاص لماذا تحضقت قوات الجيش المصري اللي احنا بنحبه وبنعشاءه كل مصريين بيحبوا جيشهم من اجل انهم يدهسوا المتظاهلين بهذه الطريقة ده واحد اتنين لابد من تحقيق فوري مع جهاز الاعلام المصري لان غير منطقي وغير مقبول ان تصدر دعوات من التلفزيون المصري تطالب انزال الناس لحماية الجيش ويطلع على التتر كده الحديث عن ان سقط شهيد من القوات المسلحة برصاص من متظاهرين اخباط وكأنه حقق وعرف ان الذي اطلق رصاص قبطي مصري قبطي وده كلام فيه انحياز واضح وفيه عدم مهنية واضحة وده يعني لتاني مرة التلفزيون الرسمي بيزبت فشله في هذا الكلام ومحدش يزعل مني من عارف ان انت اعلميين وانا وبتستضيفوني بس هذي هي الحقيقة لا وبعدين يعني كل يحسب على ممارساته هذه هي الحقيقة ثلاثة حان الوقت لكي نلسم تصميما جديدا للنظام السياسي في البلدي انا لا افهم ابدا ان القضاء المصري يحل الحزب الوطني والقضاء المصري عبر لجنة الاحزاب يشكل ست احزاب من الحزب الوطني انا لا افهم ابدا ان يخرج مؤتمر من الفلول في الصعيد يهدد بفصل الصعيد ويقول هنولحها لو تم العزل السياسي ولا احد يحاسب احد في هذه البلد وبقى هو كده ان كان عجبك وان كان عجبك ولا احد يحاسبها انا لا افهم ابدا ان الدستور يمنع انشاء احزاب دينية ويطلع لنا ست تمن احزاب دينية في مصر بشكل واضح ده كلام دي ده سمك لابن تمرهندي ده مش تصميم لنظام سياسي صحيح نريد ان نعلم بوضوح لذلك انا من وجهة نظر خارطة طريق واضحة لقم واحد تغيير وزارة عصام شرف ومجيء بوزارة اتلاف سياسي وطني لقم اتنين تشكيل مجلس مدني عسكري ايوه ثم تحديد المرحلة الانتقالية بوضوح واعادة رسم ملامح النظام السياسي اللي احنا عايزينه احنا عندنا انتخابات هيفتح باب الترشيح ليها بعد بوضع؟ دي كوالس كوالس انا مش فاهم ازاي هيحموا سندق الانتخابات انا مش فاهم هذا الكلام وبعدين انا عايز اقولك حاجة انا مرشح لكن انا بقولك هو مصلحة الوطن اهم مليون مرة من هذا الكلام اهم مليون مرة من هذا الكلام لابد من وضوح الرؤية والرؤية تتضح اولا في رأس النظام المجلس العسكري انا مش شايف رؤية عند المجلس العسكري انا بقولها بوضوح وجلست مع بعضهم انا مش شايف رؤية مع المجلس من المجلس العسكري لابد ان يحدث طبعا لابد ان يحدث صديقي صديقي المسألة مستعبة لابد انا لو في مكان المجلس العسكري من اول لحظة بدل مشاهد الالتباك الفضيع اللي احنا عايشينه دو اعقد مؤتمر لكل القوى السياسية والمجتمعية في مصر لمدة 3 ايام نخلص بعقد اجتماعي جديد للبلد لاتفق امم Cel وأتفق على بلنامج للتنفيذ مأالو اله وهيقول لك احنا عملنا نحوال الوطني Re email ده حوال التنفيذ احنا عgement مع PDF لا مفيش حد ننفذ اي شيء ودخلنا في فصال تاجر التجزئة من خمسة وعشرين لخمسة وسبعين مقاعد فردي وقايمة من خمسين لخمسين إلى تلتين وتلت إلى إلغاء مادة خمسة ولا بقاء مادة خمسة فصاله واستغرق كل هذا الوقت تمن تسع شهور من عمر الثورة لم تنفذ الثورة لم تنفذ الثورة يمكن تعقب على الكلام حيرتك الأستاذ حمدي أنديل النهاردة في مصر اليوم بيقول لم يعد هناك وقت إن كنا جدين حقا في تطهير البلد من أرامل عصر مبارك بعد رحيل من ثمانية أشهر نحن لا يزال أنه نادي بالتطهير المغلس العسكري أعطى وعد للتلتاشر حزب اللي اغتموا معاه أعطى وعد من ثمانية واضبعين ساعة إلى أسبوع سوف يتم العزل السياسي واختلفوا على القام لكن في الآخر كانت ألف واحد لكن لم ينفذ هذا الكلام كل وعود المجلس العسكري لضلجة النهاردة النهاردة وأنا جاي بتناقش مع رئيس حزب الكلام هيسحب توقيعه أيضا فهمني؟ والدكتور أبو الغال سحب توقيعه أيضا لأنه لم يعد هناك التزام بهذا البيانة خلينا أفن المنتفقين نحن بس هنروح الأول نشوف كالبة الدكتور عسام شرف مبارح لأزعها تعقيبة عن الأحداث ولكن هنشوفها تاني دلوقتي وأكيد هنعقب عليها بس الفكرة نحن خلينا متفقين وكرا بالكلم في حكاية دي أن المنادات القوى السياسية المختلفة باختلافها الشديد وتباونها الشديد النهاردة أن هم يكتبوا في ساعة الصوية الساعة 11 ليكون لهم موقف أكيد ده حاجة إيجابية جدا وأعتقد أنه هم بيدوا مثال لرد الفعل السريع في مقابل ردود فعل المتراهلة من جوانب أخرى خلينا نشوف كلمة الدكتور عسام شرف